شفت أداية الأهل إزاي؟ كان فيه تخاوف كبير قبل البطولة ظروف صعبة لعبة كتير مش موجودة إصابات كورونا حالة الأهل قبلها ما كانش لعب شفت رغم ظروف صعبة دي إزاي وأداية الأهل المختلف تماما في كاس العالم الأندية ما شاء الله متعة وأداء وقوة وليقة مدنية عالية وتحقيق مركز كمان ومدلية في كاس العالم بصراحة النادي الأهلي ولعبة النادي الأهلي والجيل اللي موجود دلوقتي ما يتخافش عليه يعني زي ما أنت قلت كابتل أسامة كنا نقصين لعبة كتير وكانت الظروف مش مهيئة إن تخلي جماهير النادي الأهلي وتخلينا نتفائل قبل كاس العالم الأندية ولكن أنا عن نفسي لأن أنا عارف لعبة النادي الأهلي وعارف معدنهم وعارف إن النادي الأهلي دايما هو اللي بيجلب الفرحة لكل المصريين كنت متأكد إن اللعبة دايما بيحولوا أي حاجة سلبية لحاجة إيجابية هم شاطرين جدا في الحتة دي وإحنا تعودنا على الكلام ده من زمان وجيل بيسلمه لما يكون عندك أنت متخوف من حاجة بدل ما تحطك في سلبيات لأنت بتحولها لإيجابيات إن أنت بقى تزود من رتمك تزود من جهدك الإصرار بتاعك الإرادة إن أنت تفرح حدث نفسه بيخلق دوافع جديد طبعا حدث رهيب وأعلى حدث على مستوى العالم بتلعب دولة الإمارات دولة شقيقة ملاعب حلوة جدا أتموسفير حلوة جدا جمهور النادي الأهلي طبعا اللي هو يعني بيحرك الحجر فاللعيبة بصراحة كانوا أقدم مسئولية وفرحونا وقدموا مستويات بشكل عالي جدا وبشكل مميز جدا وقدرنا نحصد ميدالية بفوز غالي على الهلال السعودي بأربع هداف وعرض جميل يعني